قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أسامة بن زيد قال حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلال الناس يوم حني يسأل عن منزل خالدي بن الوليد فأتي بسكران فأمر من كان معه أن يضربوه بما كان في أيديهم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري أنه سمع عبد الرحمن بن أزهر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة يوم الفتح وأنا غلام شاب يتخلال الناس يسأل عن منزل خالدي بن الوليد فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم فمنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بصوت وحثى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال وكان عبد الرحمن بن الأزهر يحدث أن خالد بن الوليد بن المغيرة جرح يومئذ وكان على الخيل خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الأزهر قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هزم الله الكفار ورجع المسلمون إلى رحالهم يمشي في المسلمين ويقول من يدل على رحل خالدي بن الوليد قال فمشيت أو قال فسعيت بين يديه وأنا محتلم أقول من يدل على رحل خالد حتى حللنا على رحله فإذا خالد بن الوليد مستنيد إلى مؤخرة رحله فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى جرحه قال الزهري وحسبت أنه قال ونفث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر مصند المكيين والمدنيين والمدنيين عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم